بعد عن مقالين رح نقري يون رح نتوقف عند أبرز ما جاء في يون أول مقال بيتعلق بسعر صرف الدولار والمتوقع خلال هذين المقبلين بحسب موقع لبنون 24 وبمعلومات خاصة للموقع موقع لبنون 24 اللي هو قريب إلى حد ما قريب جدا من رئيس الحكومة نجيب مئاتي يتوقع انخفاض بسعر صرف الدولار بسوق السوداء خلال اليومين المقبلين لأنه بيعتبروا أن الناس رح تبلش تستفيد من التعميم 161 هيدا التعميم يعني رح نصير فينا ناخد دولار من البنك الناس رح تقبض مع الشيطة على الدولار تروح تصرفهم بالسوق السوداء نظرا للفرق وبالتالي سيكون هناك ضخلة دولارات بالسوق السوداء مثل ما عم بيقولوا وهذا الأمر سيؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار بالسوق السوداء تحت عنوان سبب قد يخفض سعر الدولار قريبا ما هو كتب هيك لبنون 24 هلأ رح نشوف موضوع تاني الموضوع التاني يتعلق بسعد الحريري رئيس طيار المستقبل وهل يترشح إلى الانتخابات النيابية المقبلة اليوم في كذا أرتيكل بكذا موقع عم بيأكد أن الرئيس الحريري لن يكون مرشحا إلى الانتخابات النيابية وهذا الأمر أيضا صدر بجريدة الشرق الأوسط تحت عنوان زحمة لوائح ومرشحين في بيروت الثانية والحريري قد يعلن قرار عدم الترشح وعين المعارضة على ثلاث مقاعد بيقول هذا المقال لم يتضح المشهد الانتخابي بعد في دائرة بيروت الثانية من بعد ما تم بانتخابات 2018 تقسيم العاصمة إلى دائرتين وسادت في بيروت توقعات بأن الحريري الموجود منذ أشهر خارج لبنان يتجه لإعلان قرار عدم ترشحه للانتخابات قريبا وهو قرار أبلغه لمقربين منه كما يكشف أحدهم للشرق الأوسط حتى أن خياره سيكون دعم لوائح انتخابية في الكثير من المناطق وعدم خوض الاستحقاق المرجح أن يحصل في أيار المقبل بلوائح للمستقبل يعني مش بس ما رح يترشح لن يكون هناك لوائح لتيار المستقبل دائما بحسب صحيفة الشر الأوسط فقد السنيورة موجود بالإمارات العربية أكيد رح يزور سعد الدين الحريري بيرجع بالساعات المقبلة أو اليوم أو بكرة على الأكيد خلينا نشوف شو رح يقول أكيد ما رح يعطيك جواب ويفي وشيفي مثل العادة بس دام هم هذا الكلام لأنه حسب الكاتبة بولا أصطيح تقول أن هذه المعلومات من أحد الأشخاص من الدائرة المقربة لسعد الحريري لأبلغهم بهذا القرار وتختلف الأرضية بتقول صحيح عما كانت عليه بالانتخابات الماضية يعني قبل أربع سنين خاصة مع اندلاع الانتفاضة الشعبية وما ترافق مع انهيار مالي واقتصادي وبيعتبر أحد الخبراء أنه التراجع الكبير أنه رغم التراجع الكبير للمستقبل فأنه لا يزال الأقوى سنيا بالدائرة التانية طبعا بالدائرة التانية لا يزال الأقوى سنيا بس هي مفارقة مش تفصيل أنه يكون سعد الحريري قرر إذا صدقت هذه المعلومات الصحفية أنه يكون سعد الحريري قرر عدم خوض الانتخابات النيابية المقبلة هذا يؤكد كلام خصومه طيلة الفترة السابقة اللي كانوا عم بيقولوا عبده بهذا الإطار كانوا عم بيقولوا أنه المملكة العربية السعودية مش بس حتى فيتو على سعد الحريري كرئيس حكومة المملكة العربية السعودية تريد إغلاق بيت الحريري سياسيا طبعا عم نحكي وتريد إنهاء سعد الحريري سياسيا لذلك قد لا يترشح للانتخابات المقبلة وبالتالي اليوم فعلا إذا ما خق الطيار المستقبل هذا الاستحقاء هذا الشيء ممكن يكون عم بيأكد الكلام اللي سمعناه وبقي إشاعات بالفترة الأخيرة بدنا ننتر تنشوف خاصة أنه سعد الحريري يبدو عمل بزنس خاص له بالإمارات بأبوضابي تحديدا ونفوكس على هذا الموضوع نعم